ليست المرة الأولى لكنه تصعيد إضافي ضد ميليشيا أسد يسجله عشرات المجندين من قرى وبلدات وادي بردة بريف دمشق لم يعد مقبولا بالنسبة لهم قرارات ميليشيا أسد بنقلهم إلى الجبهات المشتعلة شمال البلاد ليقتلوا أو يقتلوا رفضوا القرار واختاروا الانشقاق الجماعية بديلا عنه يجن جنون النظام ويهدد ذويهم بشن حملات دهم واعتقال في مناطقهم ما لم يتم تسليمهم يصمت الأهل الذين أكدوا بعد كثير من الضغوطات أنهم لا يعرفون شيئا عن أبنائهم يصاعد النظام أكثر ويفرض حالة استنفار أمني ما زالت مستمرة إما تسليمهم أو سننفذ ما هددنا به وهذا كل ما لديه 75 مجندا من عناصر التسويات انشقوا إذن بعد أن انضووا ضمن الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري معظمهم من أبناء كفير الزيت الحسينية باسيما ودير قانون بوادي بردا لماذا اتخذوا هذا القرار الجماعي يطرح السؤال مقتل أربعة من أبناء هذه المناطق دفعة واحدة في جبهة إدلب وحماء واللذقية جعلت هؤلاء المجندين يحجمون عن الالتحاق خوفا من المصير ذاته يختارون الفرار الجماعي دون أن يعرف أحد وجهتهم وغالبا لا يعودون رغم تهديدات النظام قبل ذلك ومنذ أسابيع تقريبا تخذ أكثر من مئتي عنصر من أبناء مدينة الكسوى غرب دمشق القرار ذاته هم أيضا خضعوا الاتفاقات تسوية مع ميليشيا أسد ظنوا أنها ستحميهم من الانخراط في معركه العبثية يرجح ناشطون أن أعداد المشقين ستأخذ بالارتفاع لاحقا خاصة وأن الأرقام تؤكد مقتل عشرات المجندين من عناصر المصالحات خلال الأشهر الثلاثة الماضية قتلوا جميعا هناك في جبهة إدلب وحماء وكذلك اللاذقية اشتركوا في القناة